السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسأل بيقول لو انا لسه خريج جديد ومعنديش خبرة في البيم في سؤال العمل ولا شغلت مثلا في مكتب فني من قبل وبس بجيد الريفت كويس وجدت لها فرصة في معهد الاي تي اي ان انا نادل استراك واخلصه لكون بيم ديفولوبر فلنشوف حضراتي ادي خطوة مستعجلة ولو انا بيم ديفولوبر بدون خبرة في العمل مش هيكون لها ايمة ولو افضل الشغل في مكتب فني الاول مثلا سيكون بيم ديفولوبر ولا ابدأ في الدراسة دلوقتي شكرا طيب البيم ديفولوبر بالشرط يكون قوي في الشغل يعني هو لازم يكون فاهم الشغل للأستياد لكن هو ممكن لما تريد منه حاجة يقعد مع الشخص اللي طارب الحاجة دي ويتفاهمه منه كويس وبالخلفية الهندسية اللي عنده ويقدر انه ويوصل للحاجة اللي هو عايزة في بعض المجالات لازم يكون عندك خبرة كويسة وما يفعش ان انت تبقى يقدر مشروع من غير ما يكون فاهم الشغل المشروع الذي يعمل ازاي ويكون شغلت كمهندسة عادي لما مدت مثلا خمس سنين زي ما البيمي بي بي ما بيدغش البيمي بي غير ما يكون عاد عليه خمس سنين في الشغل بس البيم ديفولوبر عادي بالعكس يعني لما تاخد البيم ديفولوبر في الاول بيكون اسهل انما بعد كده لما تكون شغال وتحاول ان انت تاخد اجازة طويلة عشان انت تبقى بمد في البيمي بي بي الموضوع صعب ان انت تسيب الشغل والايت اي الموضوع عندها دسمة ومتاجها مذاكرة قوي جدا هل انت بتحب البرمجة ولا لا اهما هي ممكن واحد مرهوش تقل عليها لكن لا الناس كلها راحة فبيروح معاها فلو انت هاول برمجة واشتغل شوية برمجة وعجبك كمل انما ما تخشش حاجة انت متحبهش يعني ممكن انت ملكش تقل على البرمجة وبشويها فهتدخل وهتكمل بيت حياتك فيها تبقى صعبة خلي بالك انها بعد شوية بتختفق يعني بتلاقي نفسك ايه سبت الهندسة ومركز في البرمجة او سبت اللي انت تعملت في البرمجة وركزت في شغل بتاع الهندسة العادي فلازم تقرر الحاجة اللي هتقررك انت بتحب شغل او لا لو انت قاعد ولسه ما فيش فرصة قدامك ممكن ان انت تاخد البمد فلو بردية يعني فكرة البرمجة بتخليك شغلك او تفكيرك نفسه العقل نفسه بقى موظم يعرف المعلومة الاول ازاي فبتفيك كتير جدا يعني البرمجة بتفيدك كتير جدا في تنظيم افكارك واي 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 والحاجات دي كلها لكن لو انت مش هويها وقدامك فرصة في الشغل في المجال يعني لأ خش في الشغل لو انت لقى لسه ما داكش فرصة وقدامك اعتبر فترة نقاها الواحد سعب يودي دعواته في حاجاته وبعد كده بيندى من هو اضاع حياته على المسلسلاته وانت اخداد حياتك او هتبزل وقتك في ان انت اتعلم برمجة هتنظم لك الافكار بتاعتها اخيرا بتحبها او لا تحبهاش لو بتحبها هتقدم لها لا تحبهاش اركز في حاجاته